توجى سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية نادي النجمة بطلا لمسابقة كأس سموه لكرة اليد للموسم 2020-2021 جاء ذلك في ختام المباراة النهائية التي أقيمت تحت رعاية سموه على ملعب صالة مدينة خليفة الرياضية بمدينة عيسى والتي شهدت المواجهة النهائية بين فريق نادي النجمة وفريق نادي باربار والتي تمكن فيها نادي النجمة من الفوز بنتيجة 38 إلى 37 لنادي باربار والحصول على كأس البطولة والميداليات الذهبية فيما تقلد نادي باربار الميداليات الفضية وبهذه المناسبة أعرب سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة عن سعادته بما شهدته المباراة النهائية من مستويات كبيرة عكست استهدادات الفريقين لهذه المواجهة الختامية بالمسابقة مؤكدا سموهن ذلك ساهم في ظهور المسابقة بصورة مميزة إن عكست على نجاح هذا الحدث وقد هنأ سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة رئيس وعضاء مجلس إدارة نادي النجمة الرياضي ومنتسبي وجمهير النادي بمناسبة فوز الفريق الأول لكرة اليد بالنادي بلقب مسابقة خالد بن حمد لكرة اليد وأشهد سموه بما قدمه فريق النجمة طيلة منافسات المسابقة والذي عكست تحضيرات القوية وما تحلى به أفراد الفريق من عزيمة وإصرار في جميع المباريات والتي نجحوا من خلالها في هذا الموسم بالتتويج بلقب هذه البطولة وثمنا سموه الجهود التي بذلتها إدارة نادي النجمة الرياضي برئاسة الشيخ عبد الرحمن بن مبارك الخليفة والتي تبلورت في دعمها المتواصل للفريق وتهيئة الأجواء المثالية والتي تكللت وحصد هذا الإنجاز في هذا الموسم الرياضي وثمنا سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة الجهود الكبيرة التي بذلها الاتحاد البحريني لكرة اليد برئاسة سعادة النائب عيسى علي إسحاقي والذي كان له الأثر الإيجابي في تنظيم هذه المسابقة متمنيا سمو للاتحاد مواصلة الجهود الرامية لتطوير وارتقاء لعبة كرة اليد البحرينية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر